بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله موضوعنا حنكمل المراجعة أو المراجعة النائية في مادة الآفات الزراعية للصف الثالث الزراع عندنا أخذنا المرة اللي فاتت اللي هو النموذج الأول النهاردة إن شاء الله هنأخذ النموذج الثاني ما هي أغراض حصر الآفات يعني هنأمل حصر الآفات يعني هنجمع معلومات كافية عن كل الآفات الهدف من كده إيه؟ إيه الهدف إن أنا بنجمع معلومات عن الآفات الحصول على معلومات عن نوع معين من الآفات يعني عشان مثلا آفة معينة نشوف أعدادها الوقت اللي بتظهر فيه المحاصيل اللي بتصيبه نموذج أتنين معرفة عوائل الحشرة هنشوفها بتكسر على نباتات إيه؟ تحديد برنامج المكافحة ده آفة معينة سألنا قوانين الحجر الزراعي عشان نمنع إن الحشرة تنتقل من مكان لمكان ممكن نكتشف إنها منتشرة في مكان أكتر من مكان معرفة معايد ظهور الحشرات وكثافة تعداتي سرعة المكافحة للحشرات الحديثة إرشاد المزرعي للوقت المناسب بالمكافحة يبقى ما نعمل أغراض حصر للآفة ده هتسهل من الآخر في مكافحة الحشرة أذكر أعراض الإصابة بالحشرات الآتي عندي تريبس، دودة القصب الصغيرة، فراشة ضرانات البطنس سنبدأ بالتريبس بالنسبة لأعراض الإصابة بالتريبس ظهور بقح فضية اللون على السطح السفلي للأوراق نمرة اثنين تجاعد الأوراق الفلقية وموت القمة النمي وغالبا دائما التريبس بيصيب مثلا بالنسبة للقط في طور البادرة أو المحاصلة بيصيبها يعني نمرة ثلاثة زبول الأوراق الفلقية طبعا نتيجة تغذية الحشر جفاف وموت البادرة النقطة الثانية دودة القصب الصغيرة طبعا دودة القصب الصغيرة سواء كانت على الضراء على القصب على الأرز موت قلب العود طبعا نتيجة تغذية اليارقات بتحدث أنفاقا صغيرة ولمسافات قصيرة طبعا دي عكس دودة القصب الكبير هتكون الأنفاق طويلة وواضحة وحتكون مختركة العقد نمرة ثلاثة تأكل حول العقد وتسبب كسر العود يعني ايه بتأكل حول العقد اليارق أثناء تغذيتها داخل العود وهي ماشية فيها داخل منطقة العقدة منطقة صلبة وجمدي فأول ما بتوصل عندها ما بتقدرش تخترق فبتأمل ايه تأمل سقب وتطلع منه هي طبعا بتنين تلف جوه الأول بتدور على مكان تعدي منه فلما توصل لنهاية المكان اللي هي بدأت منه تبدأ تأمل سقب وتطلع منه وبعدين تبدأ تأمل سقب بعد العقدة وتدخل تاني هذه المنطقة بتبقى طبعا نتيجة تغذية اليارق حول العقدة فبا هذه المنطقة أصبحت منطقة ضعيفة فبتسهل كسر الأيدان الحشرة الثالثة فراشة درانات البطاطس أمر واحد وجود أنفاق بين سطحي الورق اليارقات بتكون صغيرة جدا بتتغذى عن نسيج المتوصل للورق نمرة اثنين تلف الأوراق والأفرة طبعا نتيجة تغذية اليارقات ستحدث تلف له نمرة ثلاثة سقوط الأزهار أربعة تلف الضرانات برضو نتيجة تغذية اليارقات والأنفاق التي تصنعها داخل الضران قارن بين الدودة القرضة وزبابة الفكهة من حيث عدد الأجيال والطور الضار والرد بالنسبة للدودة القرضة خمس أجيال الطور الضار اليرقة الردبة حرشفية الأجنحة زبابة الفكهة لها عشر أجيال في السنة طبعا الطور الضار اليرقة الردبة ردبة ذات الجنحية تخير أو اختر إجابة صحيحة من بين القوسين هناك علاقة بين هجرة تجارات وتمام نموت جهاز يعني تجارات بهاجر ليه؟ كان بأعتقد قديما أنه بهاجر من أجل الغزة لا يجل أنه ممكن يهاجر إلى مكان يعني الغزة فيه أقل من المكان الهاجر منه وبنانا عليه الهجرة ليس لا علاقة بالتغذية ما الهجرة ليه؟ للمو أجهاز التناسلي بدي نمرة واحد نمرة اثنين ايه اللي هيسبب انتشار؟ تزاحم الأشجار ولا وجود الحشائش ولا زيادة الرطوب ولا كل ما سبق؟ طبعا كل ما سبق ليه؟ لأن الحشرات غالبا عايزة تزاحم وعايزة ارتفاع الرطوب فالتزاحم ووجود الحشائش حيرفع الرطوب سواء كانت الرطوبة نتجة من كده أو نتجة من زيادة الرجل من الطعوم السم ليه الفئران؟ بصل الفقر ولا الرتاك ولا الورفين ولا كل ما سبق؟ طبعا كل ما سبق دي كلها طعوم سامة ليه الفئران عن اللي مات وضع سلك شبكة على نوافذ وأبواب معامل الصناعات الغزائية والألبان طبعا هي أخطر حشرة بالنسبة للصناعات الغزائية اللي هي الزباب المنزلية يبقى اللي مانا دخول الزباب الذي لها ظرف طبعا في نقل الأمراض ينصح بالعزيخ الخفيف والري على فترات متقربة لمكافحة التريبس يعني لو جل العزيخ الخفيف والري على فترات متقربة مثلا للجطن سنقول لمكافحة التريبس وممكن نقول طب هو بكافحة التريبس ليه؟ طبعا لأن العزيخ والري حيقتل العزارة الموجودة في الطرق اللي هي أحد أطوار الحشرة نقطة الثانية في التعليل لعدم استعمال مياه الصرف في رأي محصول الأرز طبعا مياه الصرف سيكون موجود فيه اللي هي رقات هموش الأرز أو يرقات الدودة الدموية اللي هي ستتغزى على الجنين وتتغزى على الحبوب بعد الإنبات وصغرة في المشت يبقى حتى لا تنتقل يرقات وعزارة الدودة الدموية إلى المحصول فتشتد الإصابة أو نجول هموش الأرز زراعة خطوط من الزرة حول حقول القصب الزرة والقصب من عوائل الساقبات بس مين العائل المفضل؟ طبعا الزرة طب الزرة عائل مفضل ليه؟ لأن لو شفنا نبات الزرة حلاجيه بيبقى بالنسبة للحشرة طري سواء كان بالنسبة للأوراق أو السيقان فلو موجود ليه اتنين هتروح للضرة وصيب القصب طبعا لو مفيش غير القصب حتى تغزع القصب يبقى ليه بنزرح خطوط من الزرة حول القصب؟ لتقليل إصابة القصب بالساقبات لأنه من العوائل المفضلة للحشرة ما هي أسس نجاح المكافحة الكيموي؟ يعني أنا عشان نكافح الحشرات كلمة مكافحة كيموي يعني باستخدام المبيدات والمكافحة تنجح؟ إيه أسس نجاح؟ يعني إيه اللي يخليها تنجح؟ طب يعني إيه تنجح برضو؟ كلمة تنجح يعني معناها أنا بالرش عشان نقضى على القاف فأنا عاوز نقضى على القافة كويس إيه اللي سعيدنا على كده؟ إنه يقوم بعملية الرش عمال زو خبرة ومدربون هاستخدم المبيد مظبوطه، هاستخدم الألم مظبوطه، ووزع المبيد كويس فهدا كلته حيكون لدور في مكافحة القافة إجراء المكافحة في الوقت المناسب سواء من اليوم أو من المحصول معرفة خصائص كل مبيد انتظام عملية الرش تغطيط جميع الأجزاء النبات عدم الرش أثناء الإزهار عشان طبعا الرش أثناء الإزهار ممكن يساعد على سخوط الأزهار أن يكون المبيد مناسب لنوع النبات ما يكونش ممكن النبات حساس للمبيد مراعاة الظروف الجوية عند الاستأمال ما يكونش مثل ثناء هبوب الرياح أو ارتفاع الحرارة استأمال مكايل وموازين مختلفة للمبيدات عشان لو نرش مثلا برشاشة تكون كل الأجوات نفس التركيز التأكد من سلامة الإيات المستخدمة وصيانية ممكن نعب المبيد ويكون غالي جدا في آله وبعد ما نعب المبيد ونجهز نجي الرش لاجل آله طبعا ما ضريتش أو ما اشتغلتش التخزين الجيد للمبيدات عشان نحافظ على كفائة المبيد وصلاحياته ده علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخاطئة تفيد الطورة الزرافة مكافحة دودة ورق القط طبعا غلط ليه؟ أصل الحشرة بتاع الدودة ورق القط ده حشرة بتطير طيب طيران الحشرة ولها عدد أجيال كبير طيب آني نعمل دورة يعني ما نكررش زرات محصول في نفس الأرض ده حشرة وضاً بتطير حتنتقل للمكان التاني بينما هي بتفيد لو حشرة عدد أجيالها قليل وبتصيب عوائل محدودة زي مثلا بق القصب الدقيق يبقى هذه الجملة خاطئة الحقل السليم طبعاً هذه الجملة صحيح يبقى يوجد سقوب مشرشرة في لوز القطنة عند أصاب دودة لوز القرنفلية طبعاً غلط ومالدي إيه؟ دودة اللوز الشوكية على ساس النفاق أشواك في بيبقى السقوب مشرشرة بينما دي بيبقى السقوب منتظم في دودة اللوز القرنفل أربعة تشايد سناب البيضاء في حقول القمح الشديد القمح الشديد في دودة القصب الصغير طبعاً سنابل بيضاء في حقول القمح بديت نتيجة الإصابة بالدبور الحنطة المنشاري دودة القصب الصغيرة بتصيب الأرز يعني لو لاجتنا بالسنابل البيضاء في الأرز لاجتنابل بيضاء في القمح بدبور الحنطة المنشاري أفضل وقت لمكافحة الحشرات التي تصيب الفكهة بعد حدوث الإصابة طبعا هذه الجملة خاطئة الحشرات اللي بتصيب الفكهة وخاصة مثلا بتصيب صمرة يعني زوبة الفكهة ثابت الصمرة هنكفح هيبها جماعة صمت دودة دخلت جوة الصمرة وتلفت الصمرة فهتبقى العملية صعبة لكن لو جاب للإصابة هيكون أفضل هذه الجملة خاطئة طبعا رأينا بحديثة العقد متعفني حولها كثير من الخيوط الحرارية نتيجة الإصابة بدبور الحنطن من شاري علاقة دبور الحنطن من شاري بصمار العناب صمار العناب الأعراض دودة صمار العناب بها هذه الجملة خاطئة أذكر اسم الآفة لا تسبب أعراض الإصابة القاتية يعني هنا بدل ما يقول لي الأعراض بدل ما يقول لي أذكر أعراض حشرة معنا لا هو بيجيب للعراض ويقول لي اسم الحشرة اللي بتأمل صمار الزيتون بها جزء لون رماضي فاتح يبها طبعا دي زبابة صمار الزيتون حقول قطن مصابة لها رائحة خاصة تعرف من مسافات بعيدة طبعا دي دودة ورق القط والرائحة طبعا دي بتجي منين نتيجة تغذية الحشرة ومخلفات الحشرة ونمو فطريات مثلا على المخلفات فهي اللي بتأمل هذه الرائحة بين أثر عمليات اللي أتيها في مكافحة الحشرات مع التمسيل كلمة التمسيل يعني نقول مثال لدور العملية في مكافحة هذه الحشرة معاد الزراعة وتنظيم الري والصرف أولا بالنسبة لمعاد الزراعة دايما يفضل التبكير في الزراعة ليه؟ أولا الحشرة لها معاد ثابت بتظهر فيه ليه برضو؟ عشان طبعا الظروف المناسبة لنموها ونشاطها وتكاثر فلما نزرع المحصول مثلا مبكر حيكون المحصول وصل لمرحلة متقدمة في النمو عند ظهور الحشرة فهيكون الحشرة تأثير خفيف أو بسيط عليه يبقى معاد الزراعة نقول ايه؟ تفيد الزراعة المبكرة في النمو والنباتات سريعة ونجاتها من الإصاب زي ايه المثال بتاعنا هو زراعة القطن مبكرا يقل إصابة بالتريبس ودودة ورق القطن والددان اللوز طب ايه كمان؟ جني القطن مبكرا برضو حيقلل الإصابة ببقى بزرة القطن وسرعة حصاد البقوليات برضو حاجة تانية كمان يقلل إصابة بخنافس البقول لأن لما نحصد مبكر بمتجرد النج مش هند فرصة للحشرة أن تضع البيض على السمار وتفقس البيض وتفقس البيض وتخرج اليرقات وتكمل حشرات إصابتها طبعا في الحقل البداية وممكن تكمل إصابتها بعد كده ودورت حياتها في المغز النقطة التانية تنظيم الري والصرف تجفيف أرض البرسيم يعني بالنسبة للري والصرف مثلا تجفيف أرض البرسيم في نهاية الموسم بمانع ريه بعد عشر مايو هيعمل إيه؟ ده ده قانون مانع ريه البرسيم بعد عشر مايو بعد عشر مايو بتبدأ اليرقات تنزل في الأرض وتتحول إلى عزراء وتكمل دورة حياتي فلما نمنع الري حتكون الأرض جفة فحلن تتمكن يرقات من إستكمال دورة حياتي يبقى تجفيف أرض البرسيم في نهاية الموسم بمانع ريه بعد عشر مايو لا يوفر رطوبة الأرضية لنمو أطوار دوت ورج الجفة وقد وجد برضه أن صرف الماء من حقول الأرز بعد أربع أيام من الري وتركها لتجف يفيد كثيرا في قتل يرقات وعزارة البعوض وهموش الأرز يعني الماء أن تستنى في الأرض الرز على طول من غير تجفيف حيضي فرصة لليرقات تتحول لعزارة والعزارة تخرج من الحشرات الكاملة زي البعوض وهموش الأرز بينما لو جففت حنموت هذه اليرقات وحنموت العزار السؤال العاشر والأخير أكمل حشرة ايه تهاجم بادرات القطن تحت التربة اللي بهاجم الحشرات طبعا تحت التربة اللي هو مين الحفاق من حشرات البق الدقيق التي تصيب الموالح طبعا عندي مين؟ عندي بق الموالح الدقيقي وفي نفس الوقت كمان البق الدقيقي الأسترالي يتم تعقيم بزر القطن بعد الحلج على درجة حرارة طبعا كام خمسة وخمسين لتمانية وخمسين درجة مقوية طبعا لمدة كام؟ لمدة خمسة إلى تمن دقاء لقتل مين؟ يرقات دودة اللوز القرونفولي شمال القرونفولية لأن هي اللي بتكون في طور سكون داخل البزر فكده خلصنا النموذج الثاني لمادة الآفات الزراعية نتمنى الموضوع يكون آفات حضراتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة